طيب بالتأكيد فقرة الأخبار فيه تفاصيل مهمة جدا لأن فيه أخبار وفيه كواليس وأكتر حد بالتأكيد هيفيدنا في هذه الفقرة يكون معنا زي مننا العزيز فاروق صلاح النهاردة موجود معنا في الستوديو عشان يدينا آخر الأخبار كنيوز زاروم ناخد منه كل التفاصيل الخاصة باستعدادات الأهل لمباراة الهلال السجالي فاضل يا فاروق طبعا في البداية سعيد أننا موجود مع حضركم سعيد بيك أحمد وسعيد بيك محمد أننا موجودين داخل بيتنا الكبير بيت الناد الأهلي والأهلي في رمضان وأعتقد أن قناة الناد الأهلي والمسؤولين والقائمين على قناة الناد الأهلي لهم كل الشكر والتأدير للمساحة اللي بدول لنا كمجموعة مرسلين أننا نكون موجودين هنا داخل جدران الستوديو الناد الأهلي أو قناة الناد الأهلي فأعتقد أمر أنك أحب من المرسلين بشكر إدارة الناد الأهلي والقائمين على هذه المشاهدة ويعني هذا الستوديو وأنا سعيد أننا موجود معكم نحن أسعد يا روقة نحن أسعد روقة كل سنة وأنت طيب بداية وطبعا مش بس يعني جماهي النادي الأهلي نحن كمان مستنين نعرف لأنه أنت عارف 72 ساعة مهمة جدا قبل مباراة الهلال يمكن الويندو أو الفرصة ضيئة شوية للاستعداد للمباراة مهمة وخصوصا أنه حتى اللعبين الدوليين ما رجووش لغاية دلوقتي عايزين نتطمن عليهم عايزين نتطمن كمان على الشناوي يعني معلومات اللي جات لي يمكن قبلها وأنه إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز خلينا نتبع معك أهم أخبار النادي الأهلي النهاردة ونتعرف عليها خلينا طبعا نبدأ الأول أخبارنا الأهلي راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا للهلال يستأنف في النادي الأهلي أو الفريد الأول لكورة القدم بالنادي أهلي حصل على راحة اليوم من التدريبات بأمر من مستر مارسل كولر المدير الفني وكان الفريق قد مرانه عصر الأمس استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مستر مارسل كولر كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المباراة قبل انطلاق المران طبعا للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بهذه المباراة نروح لقابرنا الثاني الخاص أيضا باستعدادات مستر مارسل كولر أو الفريق عموما لمباراة الهلال السوداني المباراة من المباراة المهمة جدا وباعتبارها واحدة من أهم مباراة النادي الأهلي هذا الموسم كولر ينتظر التقرير الفني على اللعاب الأهلي الدوليين طبعا بكرة أو يعني مستر مارسل كولر هيستلم التقرير قبل المران عن اللعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخبات الوطنية سواء اللي شاركوا مع المنتخب الوطني الأول أو مع المنتخب الأوليمبي أو اللعبين الأجانب خلال مشاركاتهم مع متخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية وطبعا مستر كولر طلب من محلل الأداء في الفريق تقريرا عن اللعب الأهلي الدوليين خلال مشاركاتهم في المنتخبات المختلفة في المباراة الرسمية التي خضوها على مدار الفترة الماضية حمد عيزاف عند هذا الأمر أيضا زميلي أحمد أعتقد مباراة مهمة جدا اتكلمتوا في البداية عن الحضور الجماهيري واعتقد بداية ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي واحنا كلنا بالراهن على جمهور النادي الاهلي انه يرسم ملحمة ان شاء الله في هذه المباراة واعتقد بداية مهمة جدا لكلنا كلنا ككل ما ننتمي للمنظومة الرياضية شوف احنا بقلنا سنين بالنادي بعودة الجماهير للمدرجات وشوف جزء ممكن يبقى مش اساسي او مش كبير يا فاروق لتراجع الكرة في مصر بشكل عام في السنوات الاخيرة هو غياب الجماهير عن المدرجات شوفنا حتى في بعض المواجهات اللي احنا خضناها كنادي اهلي في الخارج قد ايه دور الجماهير كان حاسم ومؤثر في المباراة دي واحد من اهم مكاسب مباراة السابت ان شاء الله بعد تأهل الاهلي لدور التمانية في طورة افريقيا هو انه يفتح باب عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات ودي مسؤولات الخمسين الف اللي هيكونوا موجودين اللي بيمثلوا جماهير الكرة في كل انحاء مصر اللي ممكن يأكدوا على انه عودة الجمهور للمدرجات شيء متاح جدا او مقبول جدا او سهل جدا ان شاء الله لو خرج بالصورة اللي كلنا بنتمنها وكلنا بنراهن عليها بعيدا عن الدور الاساسي لوجودهم في المباراة طبعا وهو دعم الفريق وانه هما يقوموا بالدور لتعودنا طول عمر جماهير نادي الاهلي بتقوم به في كل المواجهات الحاسبة خصوصا يعني برضو احنا في هذا الصياق خصوصا ان النادي الاهلي مقبل طبعا على مباراة النهاية محمد لكأس مصر امام فريق البرامنزو اعتقد تكون بادرة ايضا لعودة الجمهور في هذه المباراة خاصة ان احنا لدينا المباراة المواجهة من كأس مصر كان بدون جمهور وانه هدى الاهلي مقبلة عن منفسها قوادي حتى لما بتدوا يدخلوا الفين تلات تلاف المدرجات الف وخمسمائة بتدوا تقريبا بعد كده بقى الفين او تلات تلاف بتاني نحس ان المطشات يعني رغم انه العدد بسيط جدا بس بتاني نحس ان المطشات عادت لها الروح مرة تانية بعد ما كنت بتشوف مطشات اشبه بانها تأسيمة او يعني متحس مباراة وهي فضية او المدرجات وهي فضية انك بتفرج على تأسيمة ولا تنمرينها بانها نحس فما بالك لو الجمهور عاد مرة تانية المدرجات تعتقد ان القرى تختلف تماما في مصر وهيكون اول المستفدين منها طبعا النادي الاهلي بجماهيره العظيمة اللي ما بتتأخرش عنه ابدا بالضبط كاملين اخبارنا والاهلي ينعي وفاة زوج والدة حسين الشحات نعل النادي الاهلي اللاعب حسين الشحات في وفاة زوج والدته حيث قدمن لنادي الاهلي التعازي للاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي وشارك عدد من مسؤولي النادي الاهلي في تشييع جثمان والد حسين الشحات لعب الفريق في يعني طبعا اللي اقيمت اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة واعلن محمد الشحات تشقيق اللعب عن وفاة والده مساء امس وكتب شقيق حسين الشحات إن لله وإن إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي الله توفى أبويا الغالي مستمرين مع أخبارنا وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط بالاهلي تقرر تأجيل اجتماع لجنة التخطيط الذي كان محددا له ظهر اليوم نظرا للظروف الصحية التي بيمر بها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والتي تعذرت وتعذر بسببها أيضا مشاركته في تشييع جثمان والد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة قدم إلى مثواه الأخير طبعا ألف مليون سلامة على الكابتن محمود الخطيب النهاردة كان في اجتماع مهم جدا للجنة التخطيط ولكن تعذر طبعا انعقاد الاجتماع بسبب زرف صحي طارق كده للكابتن فألف مليون سلامة على الكابتن محمود الخطيب نطمئن عليه ربي خلال الساعات اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود في المأسورة الرئيسية في مباراة الأهل والهلال بإذن الله وخالص تعزينا طبعا لكابتن حسين الشحات في وفاة والده يعني خالص تعزي طبعا للأسرة وأعتقد أنه باسم قناة النادي الأهلي وكل الزملاء اللي بيشتغلوا أو العمالين فيها يعني بنتقدم خالص تعزي لأسرة حسين الشحات وربنا يلهمهم يا رب الصبر والسلوان إحنا أخبار ده بالنسبة للنادي الأهلي بتنتهي لحد هذا الخبر ولكن النادي الأهلي طبعا هيستقنف تدريباته غدا بمشية الله في التسعة مساء اليوم مساء الغد إن شاء الله استعدادا طبعا لمواجهة الهلال السوداني لكن طبعا هنروح وأخبارنا مكملين مع أخبار المنتخب المصري وطبعا بنبارك للمنتخب المصري يفوزوا على ملاوي بأربع أهداف نظيفة أعتقد خطوة مهمة جدا وبداية مهمة جدا لمستر روي فيتوريا في أنك تفوز خارج ملعبك بهذا الكم من الأهداف أعتقد شخصية الفريق أنه يحقق الفوز خارج الملعب محمد أعتقد دي نقطة مهمة جدا أكيد مهمة جدا أنك تكسب خارج أرضك وتتصدر التأهل لأمم إفريقيا في القوديفور ده مضمون بنسبة مليون في المية ولكن الصدارة وإحراز الأهداف خارج الأرض تتكش قوي جدا من مليون في المية دي لا أصلي دا أنت صاحب الرصيد الأعلى من الحصول على البطولات الإفريقية أقول لك حاجة برضو يعني خلينا نتفق ماتش غينيا ماتش صعب أنت طبعا قريب جدا متأهل حتى لو ترتيق التعادل بيننا وبينهم يأهلنا حين أنا عارف أن السيناريو بقى سهل جدا بس أنا الرهان هنا مش على فكرة أنك تتأهل من عدم ولأنه التأول مش هدف يا محمد يعني حتى أنك أنت داعب في بطولة أفريقيا ده شيء أقل من العادي بالنسبة للمنتخب حاجة منتخب مصد الأهم بالنسبة لي أنت رايح أفريقيا أو رايح أمم أفريقيا تعمل إيه والأهم من كده أن الراجل لازم يشتغل مع ميكالي على كاس العالم 26 يعني أعتقد ده الهدف الأساسي بتاعنا أنت بتشتغل كل ده عشان توصل بإذن الله الكاس العالم 26 عارف بس ومش تأهل بس عارف بس أنا بأكد لي على فكرة أن التأهل طبيعي ومضمون لأن أنا مش حابب فكرة أن مثلا ألاقي تهنئة من اتحاد الكرة على الصفحة الرسمية أو ألاقي تهنئة مثلا من وزير الشباب والرياضة يا جماعة إحنا منتخب مصر ما كانت كبيرة سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي فإحنا آه على المستوى الفني بنحط رجلنا في شكل كويس كبداية إن احنا نرجع من تاني نبقى إحنا كنا نتسع العالم قبل كده لكن فكرة أنك تبالغ في الفرحة قوي لا هو ده اللي أكيد مش مطلوب عشان المراحل الجاية بالتأكيد كمان يا فاروق مهم جدا يا محمد وده اللي بيخدنا بقى لخبارنا الأول عن منتخب مصر وسيناريوهات تأهل المنتخب الوطني لأمم أفريقيا 20-23 طرب منتخب مصر طبعا من التأهل إلى نهايات بطولة أمم أفريقيا 20-23 بكوتيفور بعد الفوز للنهاردة الكبير طبعا على ملاوي وأصبح على بعد خطوة من التأهل السيناريو الأول بيحتاج منتخب مصر لنقطة وحيدة من أصل أربع نقاط ليصل لنقطة رقم 10 من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 20-23 السيناريو الثاني تعادل لمنتخب ملاوي أمام منتخب إثيوبيا في المباراة المقبلة وهذا يضمن للفراعين أيضا التأهل إلى نهايات بطولة أمم أفريقيا 20-23 هنروح للخبر التالي وفيتوريا سعيد بتألق محمد صلاح ولكن سعادتي الأكبر بالمنتخب كاملا قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمتخب مصر الأول أن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام ملاوي اليوم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوتيفور 20-24 مشيرة لأن الفريق اللعب مباراة بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراة وترجمتها إلى أهداف وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أتمنى حظا أوفر للمنتخب ملاوي في المرحلة المقبلة مؤكدا أن منتخب مصر كان الأفضل ذهابا وإيابا ويستحق حظ النقاط الست بعد المجهود الكبير الذي بذله جميع اللعبين وأبدى فيتوريا سعادته الكبيرة بتألق محمد صلاح أحد أفضل لعبي العالم وتسجيله هدفين في مبارتي ملاوي لكن سعادته الأكبر بالأداء الجماعي للعبي الفريق ككل وتقدم المدير الفني المنتخب الوطني بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للدعم المستمر للفريق وتلبية كافة احتاجاته طوال الفترة الماضية نكملين أخبارنا عن المنتخب المصري طبعا ومجموعة من الأرقام حققها منتخب مصر بعد الفوز على ملاوي خليني أقول لحضركم مجموعة من هذه الأرقام من فوز منتخبنا اليوم على فريق ملاوي رؤية فيتوريا حقق خمس انتصارات متتالية مع منتخب مصر ليعادل بداية المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر مع الفراعنة فيتوريا أيضا نفاز على حساب النيجر وليباريا وبلجيكا وملاوي مرتين بينما تفوق كوبر على حساب بغينيا الاستوائية وملاوي وزامبيا بالإضافة إلى تنزانيا وتشال زيزو سجل هدفه الدولي الثاني والأول من يعتدر تقول من اللعب المفتوح بعدما سجل من ركلة جزاء أمام السودان في كأس العرب محمد هاني ده من الأرقام ده أيضا محمد هاني صنع هدفه الثاني بقميص متخب مصر بعد الأسست الذي قدمه لمحمد مجد أفشا أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 20-21 مصطفى فتحي وعودته أعتقد مهمة جدا للمتخب المصري ومشاركته عاد مصطفى فتحي للمشاركة بقميص متخب مصر الأول مرة بعد غياب سنة وثلاثة أشهر و11 يوم عندما لعب مع الفراعنة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب ضد المتخب القطري محمد صلاح هدف الفراعنة طبعا في عهد المدرب البرتغالي روي فيتوريا برصيد أربع أهداف طبعا وخلفه عمر مرموش بثلاثة أهداف كما يعد الثنائي الأقصر صناعة للأهداف مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا دي مجموعة من أرقام اللعبين والأرقام اللي حققها مستر روي فيتوريا واللعبين في هذه المواجهة هنروح بقى للخبر الثالث أو الخبر الخاص أيضا بمحمد الشناوي وطبعا حبينا كلنا نتطمن على محمد الشناوي في هذه المواجهة طبعا خروجه للإصابة فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي أمام ملاوي طبعا كشف روي فيتوريا سبب استبدال محمد الشناوي بعد أول 45 دقيقة خلال مواجهة ملاوي وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الشناوي شعر ببعض الألام بسبب إصابة سابقة ولذلك فضلنا تبديله كإجراء احترازي للحفاظ عليه ولعب الشناوي لمدة 45 دقيقة مع منتخب أمام ملاوي قبل أن يبدأ الشوط الثاني بدلا منه الحارس محمد صبحي نتمنى كل السلامة لمحمد الشناوي عنصر من العناصر المهمة للناد الأهلي هيحتاجها إن شاء الله في مباراة ويحسب للجهاز الفني والجهاز الطبي الحقيقة إن هم رياحوا الشناوي أكيد طبعا ناس حتى في اعتبرتها أنه عنده مباراة مهمة جدا يوم السابق نتمنى على الشناوي نتمنى على عودة محترفيننا إن شاء الله وبرنامج الأهلي في الأيام القادمة استعدادا لمواجهة الهلال نشكر زمنا العزيز فاروق صلاح مرة تانية نمشكرك فاروق وكل سنة وانت طيب أنا سعيد إننا كنت موجود معك يا أحمد سعيد إننا كنت موجود معك يا محمد وكل التوفيق إن شاء الله الفريق لنا دي الأهلي في أساني إن شاء الله بقرنا الفاصل ونستقبل ديوفنا ونجمنا النهاردة في الأهلي في رمضان شكرا